اشتركوا في القناة المقبل بلغ فريق المنام رسميا لنهايات دور زين البحرين لكرة السلالي اصبح فريق العاصمة اول الواصلين الى النهائي وذلك بعد ان حقق فوزه الرابع على التوالي في المربع الذهبي والذي جاء على حساب غريبه الاهلي ب81 نقطة مقابل 55 في حين تمسك انويرات بحضوظه في المنافسة على التأهل بعد ان حقق فوزا مهما على حساب فريق النجمة ب76 نقطة مقابل 74 ليخرج بذلك النجمة رسميا من سباق التأهل للنهائية صعد فريق الرفاع الى المركز الثاني في ترتيب دور الدرجة الاولى للكرة القدم وذلك بعد فوزه على البسيتين بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الخمسة عشرة والتي قيمت على استاد البحرين البطني كما الاسود افتتح التسجيل للرفاع في الدقيقة الحدية والاربعين وضعف سيد احمد جعفر النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين قبل ان يضيف محمد الطيب الهدف الثالث لرفاع في الدقيقة الرابعة والستين في حين اكتفى البسيتين بهدف وحيد جاء بمضاء اللاعب سامي الحسيني عند الدقيقة السادسة والسبعين وفي مواجهة اخرى تمكن الحد من الفوز على نظيره الملكية بهدفين مقابل هدف واحد حيث تقدم الحد بهدف المبكر في الدقيقة العاشرة جاء عن طريق الخطأ للمدافع محمد احمد ولم يتأخر الملكية بتعديل النتيجة بادراك التعادل عن طريق هشام السيد عدنان في الدقيقة الثالثة والأشرين قبل ان يخطف البرازيلي ريكو هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق ترجمة نانسي قنقر